ورجعنا مرة تانية مشاهدي نهارك سعيد ومكملي مع بعض وصلنا للفقرة الفنية اللي من خلالها نعرف كل أخبار الفن والفنانين وإيه اللي بيتحضر عشان رمضان 2013 آخر أخبار الوسط الفني كلها النهاردة هتكون مع خالد عبدالله خالد عبدالله طبعا هو نائب رئيس تحرير جريد تعين هيكون موجود معنا النهاردة كل الأخبار اللي بنحب نعرفها منه لأنه هو بير أخبار الوسط الفني عيد العبدالله عيد العبدالله منوتي خالد عبدالله فعلا ذاكي عيد العبدالله أفيش نشكير حمد إزاك صار وصوح الخير والسادة مشاهدين احمد صيني انت موجود معنا النهاردة بجد من خلالك بنعرف كل أخبار الوسط الفني والجديد وإيه اللي بيحصل ولكن للأسف احنا شفنا الصبح خبر سيء جدا في الجرائد يخص الفنان أحمد فهمي نجم فريق واما ماذا صحة الكلام اللي اسمعناه إيه يعني ناسيبك أنت تتكلم في الموضوع والله احنا لغاية الوقت احنا المكتوف في الصحف اليومية وفي بعض المواقع الفنية بيقول أن الفنان أحمد فهمي تم القبض عليه بسبب اتهامه أن فيه موظف في بنك حول بالاتفاق معاه 800 ألف جنيه تقريبا على حسابه والموظف ده كده مختلص يعني بالاتفاق وانا اعتقد يعني غدا لوقتي يعني ما فيش حاجة تثبت صحة الكلام ده يعني ولين احمد من الناس اللي هي المحترمة والناس كلها بتحبها وبرضو قريت في مواقع الفنية الصبح برضو أن الفنان أحمد الشامي زميلوف وفريق واما قال أن الموضوع ده مشاكل في البنك عادية وهتخلص وان شاء الله ونتمنى أنها تخلص لأن أحمد من الناس اللي هي يعني الناس محترمة والناس بتحبه جدا وأنا شخصيا بتمنى أنه الموضوع يطلع يعني طبعا ما فيش مشكلة كلنا كلنا نفسينا طبعا المشكلة تتحل بسرعة جدا وزي ما أنت بتقول أحمد فهمي يعني صمعيته كويسة بالضبط بالنسبة للأخلاق جدا 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 مصبوط طيب عادل عايزين نعرف إيه لي بيحصل في الوسط الفني دلوقتي يمكن 2012 كانت من أقل السنين إنتاجا للسينما وإنتاجا للسيديز خلينا نتكلم عن الأفلام أفلام مصف السنة إن شاء الله المفروض أنها عادل ولا خالد عادل بقى خلاص كده أنت بتختبرني يا عادل دي كانت غلطة مطبعية فأفلام نص السنة إن شاء الله هتكون لمن؟ والله هو إحنا طبعا لسه برضو مزالة السينما بتمر بأزمة صحية بسبب الأحداث اللي هي بتمر بها البلد ونتمنى أن هي تخرج من أزمتها دي على خير ونتمنى برضو أن المنتجين ما يستخبوش ويهربوا وأن هم يشاركوا في أن صناعة السينما ما تتنعرش وينتجوا وما يخافوش ولو ما كسبوش مرة دي ما كسبوه قبل كده كتير أو يعني فأنا أتمنى ونداء من برنامجيكو أو من منفذكو أن إحنا منتجين المنتجين اللي خافت وخبت في الوسها وطلعت بره وصفرت ويرجعوا تاني ينتجوا ويحموا الصناعة من اليوم نحن في الموسم طبعا موسم منتصف العام الدراسي ده بيبقى موسم ساري شوية يعني ما يجيش زي موسم الصيف ولا موسم الأعياد بس برضو إيه في بعض الأفلام الجديدة اللي هنشوفها ومن الأفلام اللي هي تنزل الموسم ده فيلم على جسية الفنان أحمد أحمد حلمي وطبعا من الأفلام اللي هي الجمهور بينتظرها طبعا وهو فيلم يعني أنا أعتقد أنهما يعني هيسري السينما وهيسري الكوميديا في الوقت ده وهيحق الرضاة إن شاء الله وفي فيلم تاني برضو للفنان أحمد عز ومحمد رجب فيلم الحفلة أحمد عز ومحمد رجب مع بعض في نفس الفيلم بالزبط بالزبط إنتاج واقل عبد الله وده برضو هينزل خلال موسم نص سنة وفي فيلم تاني للفنان خالد خالد صالح اللي هو فبرايل إسود ده برضو كان مكانش مفترض ينزل بس فجأة إن الشركة العربية بتطرح دعايته وأفشاته وده هينزل برضو في موسم نص سنة وفي فيلم تاني أخراج أو أول تجربة إخراجية للمخرج حسن صالح فيلم حالة نادرة بطولة بطولة نسائية بقى للفنانة غانيا يوسف ومعها الفنان أحمد عزمي كده بنسبة لموسم نص سنة بس كده أنت عديت أكتر من فيلم يعني فيه أكتر من فيلم نازليه في نص السنة برضو مش مش كتير مش مش أقوية بس أعيز أقول لك حاجة في أفلام تانية تأجلت لما شافت إن في أحمد حلمي وأحمد عز ومحمد رجب وخلات صالح إحنا هنعمل إيه بقى؟ ألا موسم صغير وكده فنخليهم ربنا يبراكلهم أو بدلا من ننزل ونخبط في حاجة يعني ما نخسر كتير فقاله نأجل موضوعا من أفلام دي فيلم كلبي دليلي الفنان سامح حسين ده تم تأجيله وفيه بعض الأفلام تانية برضو تم تأجيلها هو مع أيتن عامر أعتقد أو مصبوط؟ أيتن عامر برضو موجودة في الحفلة مع أحمد عز مع أحمد عز؟ هل يكون فيه كاست كبير يا عيدل؟ في حالة نطج دلوقتي وحالة انتشار يعني صحيح هل يكون فيه كاست كبير من المجميع ومن وجوه الجديدة هتشوفها؟ أكيد أكيد وخاصة في فيلم اللي هو حالة ندرة فيه وجوه جديدة كتيرا طب هاي الحلوة بعد كده خلي بالك أن فيه برضو في فيلمين نزلوا بمناسبة إحنا سيرية الوجوه الجديدة في فيلمين نزلوا من خلال شهر اللي هو الفات ده فيلم سبوبة ده بطولة الفنان أحمد هرون وورند البحيري وخاليد حمزاوي ومجموعة من الوجوه الجديدة الشابة كتير جدا بس محدش حاس بيه الفيلم ده خالص سبوبة يعني نزل ومحدش حاس بيه تغيرا والله أنا اتكلمت مع فنان أحمد هرون أحمد صديقي فقال لي بص الفيلم ده أصلا يعني إحنا حاولنا أن إحنا نحاول نبقى متواجدين في سينما لكان إلي الدعاية ولا كان إيه؟ لا هو موضوع التعامل أصلا ببودشت وهم أصلا بيقول لي كان المنتج كان عامله للفضيات ما كانش فيلمه بس لما الموزع محمد حاسر رمضي لقى فكرة فيلم حلوة فيه فيه فكرة حلوة من الإخراج ومن الإضاءة ومن مدير التصوير فأعرضوه أصلا ما كانش مفترض أنه يأعرض على السينما بس من الأفلام اللي هي فيها وجوه الشابة حلوة قوي فيها شغل من الإخراج كويس جدا كلها تجارب معظمها تجارب أولى ليهم وده حاجة تحترم لأن هما برضو قالوا يعني زي ما كلام أحمد وأن هما يشاركوا في أن يحموا الصناعة السينما من النيارة وده حاجة تحترم فعلا انتكلمت معي مرة في الموضوع ده وقتين دي ظاهرة صحية جدا بل الزبط ببعض الممتجين اختفوا تماما يعني يعني مثلا يعني عبد موتا فيلم عبد موتا اللي حصل عليه طبعا يعني دجة كبيرة جدا جاب عشرين مليون انت شايف أنه ظاهرة العشرين مليون دي ظاهرة صحية كدخل السينما أو كدخل فيلم أنا عايزة أقول لك حاجة يعني هي مش ظاهرة هي فئة فيلم كثيرة أول تتخطى العشرين مليون لكن في الفترة باللزب الأفلام شبه عبد موتا يعني في الفترة دي بالذات يعني احنا بنقول إن فترة صعبة وبعد كده الفيلم كان أول عرض لي أول عرض لي في موسم عيد في موسم عيد برضو اللي هو موسم العدية وجمهور العدية اللي بياخد العدية عايزة أدواء تسعيد فدخل فيلم عبد موتا وخاصة إن خلطة السبكي متواجدة فيه اللي هي الأغاني الشعبية زي يقول الدراما الشعبية والبلطجة والناس عجبت بالشكل ده وهي بقى زي يقول نصيب محمد رمضان في أول تجاربه أو أول بطولة مطلقة ليه حاجة زي كده وده اللي خليها برضو من كواليس اللي هي الوسط الفني خليها يوقع عقد جديد مع منتج أحمد السبكي لفيلمين جوداد فعلا عايزة أقولك إنه هو يعني بنسبة على أجره فيه طبعاً مواجل جايب 20 مليون يعني بنسبة 300% ما شاء الله الله هو أكبر يعني ما شاء الله يعني ما شاء الله لكل مقتهد النصيب يعني اللي هو بيتتهد ويتعبه إنت مقتنع جداً كمان وبتحب محمد رمضان إنت قلتلي قبل كده قبل كده قبل كده إنه حد بيشتغل على نفسه قوي بيزاكر بيجهز نفسه بيحضر كويس قوي فكل مقتهد النصيب يعني إنت شايف إنه محمد يعني إنت كنت مرة قلتلي إنه محمد عنده مواهب كتير ومتعدد الوجوه بس انت شايف إنه هيكمل في سكة البلطاجة والرجل اللي هو الهيرو بتاع الحارة أنا شخصياً حذرته من كده فقال لي لا 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 عشان الألماني بعدها عبد الموتا أنا حذرته قلتله إياكا والبلطاجة مرة أخرى يعني خاصة بعد فيلم اللي هو عبد الموتا فهو الراجل قال لي لا اللي جاي كوميدي وأنا شايفه في كوميدي كمان هيتفوق على نفسه أكثر من البلطاجة يعني كان فيه بشاير كده من فيلم حاصل قير كان عامل دور كوميدي بجد أعلم فيه قوي وخطف الكاميرا من ناس كتابه كانت موجودين معه في فيلم كويس وإحنا طبعاً شفناه في الدراما بالنسبة للفيلم بتاعه أو الفيلم اللي كان شارك فيه طبعاً مع أبطال كتير جداً كنت قلت اسمه مرة الفاتد الدراما التلفزيونية زي ما قلت 2012 ما كانش فيها سيديز ما كانش فيها سينما كتير ولكن كان فيها دراما تلفزيونية بس في سيزن رمضان رمضان 2013 حكيلي بقى على الأفلام على المسلسلات على الفنانين نحن قلنا نخلق مواسم جديدة للدراما التلفزيونية وأنا أحسس أن هناك دراما السنة سنرى موسم جديد مثل فيلم مسلسل قصدي كف عفريت للفنان خالد الصوي هينزل في أول فبراير ودي حاجة كويسة كف عفريت ده متصور فترة طويلة جداً كان بدأ تصويره على أساس أنه يطرح في رمضان 2012 لكن ما دوش يكمله فتأخر فدلوقتي هو بيخلص في باقي المشاهدة المتبقية وهي يعرض إن شاء الله في فبراير 2013 ودي حاجة كويسة جداً وفي كذا مسلسل تاني في مسلسلات مثلاً من صوت القاهرة أعتقد أنها انتهت كانت برضو من مخلفات 2012 اتأخرت بسبب أزمات مادية فدي المفروض برضو عدد منها سيعرض خلال قبل رمضان ودي حاجة كويسة فكرة السيزن الجديد اللي هو غير رمضان وغير العيد هتبقى موجودة زي ما أنت بتقول أنا أنا شخصين بنادي بها وأتمنى أنها تبقى موجودة مين الفنانين الكبار اللي هيكونوا موجودين في 2013 في رمضان؟ والله أولاً إحنا كل المنتجين عايزة يعني غاماً بنقول إن في حالة اقتصادية سيئة وحالة البلد ما بتبشرش قوي يعني فيه مشاكل وفيه اقتصامات وفيه مظاهرات لكن المنتجين معظمهم ابتدوا يجهزوا ولما نقعد نتكلم مع أي منتج يقول إحنا عندنا وعندنا وعندنا بنحضر كله مستني يوم 25 يعني يشوف يحصل إيه وينزبون إيه لا صوت يعلق فوق إيه صوت 25 من المنتظرين 25 آية 2013 هيمر إزاي؟ وبعد كده يبتدوا إيه يشتغلوا على طول فيه الفنان عاد الإمام راجع تاني بعد فرقة 13 راجع تاني مسلسل جديد برضو برضو طبعاً نجاحوا في الفترة اللي فاتت أو السنة اللي فاتت تمام قوي وعمل حقاً وكمعان نجوم وكمعان شباب وهما كمان دي حاجة حلوة جداً بالضبط ده فرصة طبعاً ويسرى بصراحة عمل ومجهود في موضوع فراجع بمسلسل تاني المفوض العربية المفوضة هيصوره كوميدي برضو مفوضة هيصور مستنين برضو بعد 25 ده للسناريست والكاتب يوسف معاطي واخراج برضو رامي إمام ابنه في غدع عبد الرازق برضو مع محمد سامي مخرج محمد سامي متجهز لمسلسل حكاية حب برضو معه بصراحة عملت بصمة حلوة في رمضان الفاتفة الناس مستنيها رمضان ده بالضبط كان مع سبك الإسراء نجاح جيد جداً والسناري معها طرق لطفي برضو ومعها مفاجأة برضو كويسة الفنان خالد سليم كان ليه تجارب كان ليه تجارب فنانة وردة كان فيه كان ليه فيلمين أو ثلاثة سنقول نصب عنده مواهب فنية تمثيلية كويسة جداً وطبعاً عين بس انت قلت لي مفاجأة دلوقتي يعني ما كنتش عرفه أنه خالد سليم هيشارك في دراما تلفزيونية في 2013 صراحة في عين المخرج محمد سامي وغم أنه شابه صغير بس عينه في الاختيار كويسة جداً وأكيد برضو غدا لها فكرة على سيسن اختيار خالد وأنا حاسس أن خالد سيحق نجاح جميل جداً في رمضان السنة وفيه أحمد عز المفروض بيجهز مسلسل بس كل الكلام ده تجهزات وممكن يؤجل ممكن فيه بقى مسلسل موليد وصاحبه غاية بتاع الفنانة هيفاء المفروض ده توقف كان المفروض يقعد في رمضان 2012 بس توقف وبيقولوا رجعين يصوروا تكملة الفترة الجاية طبعاً نستغل الفرصة ونقول لمنتج محمد فوز ألف سلامة وكان بيمر بوعقة صحية ألف سلامة اللي هو منتج المسلسل وزوج الفنانة وفاء عامر نقول لهم ألف سلامة يقوم بالسلامة إن شاء الله وبرضو نستغل الفرصة الفنان حمد أحمد عايزين نطمن جمهوره الكبير عليه إنه انتقم من غرفة عناها مركزة في ضر الفؤاد إلى غرفة عادية ألم في الصدر وفي مشاكل صحية في صدره في القلب بنتمنى له الشفاء كبير الناس كلها تحبه وزوجته طمينة الناس من خلال المواقع والصحف وقالت الحمد لله أنه أفضل من الأول كواس جدا لو روحت معك الفرح والبهجة والمزيكة والمزيكة الغريبة التي كانت موجودة اليومين الذي فاته أوكا وأورتيجة أوكا وأورتيجة المهرجانات وتوزيع الأغاني وأنا الشعبية انتشرت في الفترة الأخيرة أنا شايفاهم ماشا الله موجودين بالقوة طبعا جود لك ليهم ربنا يوفقهم يعني بس قصدي أقول أنه عرفوا يظهروا عرفوا يبقوا موجودين بالرغم أنه فيه كاسات زي ما أنت بتقول بس عندينا حذكر الساعة الفنية بتستوعب أي شيء جديد وأي شيء غريب يعني دايما من فترة كده بيطلع حاجات كده الكويس فيها بيستمر ويقدر يزبط نفسه واللي مش كويس يعني الناس بتنصرف عنه كل الناس بتقول أن موضة أوكا وأورتيجا دي هتنتهي قريبا مش هتكامل بالرغم أنه على فكرة يعني سواء هي مزديكة غريبة مش غريبة ما بين شعبي وما بين زي ما هم كانوا بيقولوا ماكس كلاسك على شعبي والحاجات أنا عايز أقول لك حاجة بس إحنا محدش يدعو ينكر أن هم نكحين بالضبط نكحين صح وفرصة المنتج أحمد السوبكي لما أدهم فرصة أن هم يزوروا في أكثر من كليب دي النجاح لهم وقدر أن هم يثبتوا نفسهم ودلوقتي ما شاء الله بيشتغلوا في حفلات كترة جدا في حفلات كبيرة وفيها أوصات مش شعبية هاي كلاس جدا وفي جامعة أمريكية وجامعات جامدة جدا وفيه برضو بيسافروا برا يعني فرص السنة كانوا في الكويت ومش أعرف براحة وبعد كده دبي وحين حفلات في لندن وفي كندا فزي مقول هم يومين هم وخاصة أن فيه برضو في حد بتبنيهم فيه منظم حفلات جامد جسم وليد منصور متبنيهم اليومين دول فهو اللي بيشتغلوا بقى معي بيستفيد من نجاحهم بقى كل ناجح ولازم طبعا الناس اللي حواليه بيشتغلوا وأنا عايزة برضو أروح معاك للسي ديز بقى يعني هل السنة دي هنشوف انتاج فني مطلبين كتير وسي ديز زي ما كنا بنشوف ولا برضو هيبقى في القلية القوي في الضعيف أنا كنت أحد مع المنتج الكبير اللي اعتبر شيخ المنتجين محسن جابر محسن جابر طبعا بيقول لي بص يعني أنا هاعتزل بيقول لي كده أنا هاعتزل وأنا خلاص هطلع نفسي على المعاش لان ما بقاش فيه بس وستاذ محسن جابر بقى لفترة يعني كان انتاج مشترك ثم انتاج وهو توزيع يعني ما زال بينتج وما زال الراجل بيعطي بس ما فيش مقابل يعني ما فيش مقابل يعني ما فيش مقابل يعني هو السنة اللي فاتت فيه عنده كان محمود العسيلي وعسامو زين وأمال ماهر وغدا رجب ففيه انتاج يعني وغم إن حالة الكسادة اللي بيمر بيها سوق كسد لكن هو رجب بينتج وإحنا يعني قدر يصمد اوه أنا بقول ورغم ذلك برضو ان هو موقع مع خالة سليم في ألبوم جديد ومصطفى أمر وهابتة وفيه يعني لسه عنده برضو تاني رغم رغم ان هو حالة الكسادة اللي بيمر بيها ومفيش مفيش فنوس جاية يعني زي ما انت بتقول احنا نستنى 25 ينهير ثم بس برضو فيه ألبومات نزلت خلال الفترة اللي فاتت يعني فيه فنان حمده علال نزل ألبوم جامد جدا وقائز قوي يعني فيه شكل جديد في نوع في شكل المزيكة في شكل الكلام في طريقته يعني ده يعني برضو تزلم في وسط الأحداث اللي بتحصل وفيه أمينة برضو نزلت ألبوم شكل أنا عايز أقول لك نيولوك في كل حاجة عمل اه صح عملت اه عملت نيولوك في كل حاجة ملك عادل عمل لها كده ملك عادل محمد عبمنا برضو اللي احنا كلهم فيش قادرة نجيل سؤاليتهم صحيح ونتمنى تشافة برضو الملك عادل اللي هو بيمر بأزمة شوية برضو يعني الأسفة العين برضو العين صعبة العين صعبة العين صعبة برضو العين صعبة بس ألف سلام عليهم كلهم يا رب كل فنانينا يقوموا بالسلامة إن شاء الله أنا بشكرك جدا يا عادل على وجودك مع النهاردة كده بتجي تقول لنا كل الحاجات الحلوة معلش معلش أنت بتتكلم بقى وبتقول لنا الحاجات اللي عندك كلها بس بنشكرك على وجودك مع النهاردة دايما بتنورنا ولبسك شيك قوي نهاردة مشاهدينا كان معانا الأستاذ عادل عبدالله هو ناقد فني وكمان نائب رئيس تحليل جريد تعين كان موجود معانا وعرفنا ايه أخبار الأوساط الفنية في رمضان وموسم نص السنة عرفنا منه حاجات كتير قوي هنروح للفاصل ونرجع مرة تانية لسم كاملي مع بعض في نهارك سعيد